نبدأ مشاهدين سويا مع أول موضوع لهذه الأمسية حيث أعلنت جمعية الشارق الخيرية عن بدء ترتيباتها لتيسير حملة عمرة ضمن مشروع تيسير العمرة فقد بدأت الجمعية في تلقي بيانات وكشوفات أعداد المرشحين من قبل الجهات المنتسبة إليها تمهيداً لدراستها وتحديد الأشخاص الأكثر استحقاقاً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات التي تم وضعها من قبل الجمعية نتعرف على المزيد من خلال ضيفنا في الستوديو لكن بعد هذا التقرير استعدادات تقوم بها جمعية الشارق الخيرية تجهيزاً لمشروع تيسير العمرة لفئة العمال المنتسبين إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الجمعية حيث بدأت الجمعية في تلقي بيانات وكشوف أعداد العمال المرشحين من قبل الجهات المنتسبين إليها تمهيداً لدراستها وتحديد الأشخاص الأكثر استحقاقاً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات التي تم وضعها من قبل الجمعية تقوم الجمعية من خلال مشروع تيسير العمرة بتكفلها من خلال دعم متبرعين بإفادة ما يقارب 300 عاملاً لأداء مناسك العمرة وذلك عبر رحلة برية تمتد حتى عشرة أيام ميسرة لهم كافة الاحتياجات والإمكانات خصوصاً أن الأشخاص الموفدين لم يسبق لهم أداء المناسك من قبل مشاريع ومبادرات وخيرات ممتدة تقوم عليها جمعية الشارقة الخيرية بتبرعات محسنين تسهم في خدمة المجتمع وحفظ كرامة الإنسان مرحباً بكم مشاهدينا وللحديث أكثر حول حملة تيسير العمرة يسعدنا أن نرحف للستديو بالأستاذ خالد عبد العزيز القصاب مدير إدارة جمع التبرعات في جمعية الشارقة الخيرية مرحباً بك أستاذ مرحباً وسأل حياة الله أخذي أهلاً وسهلاً مرحباً بك أستاذ خالد أخبرنا عن حملة تيسير العمرة مشروع تيسير العمرة هو طبعاً من المبادرات جمعية الشارقة الخيرية السنوي حيث أن المبادرة هذه بدت فكرتها تقريباً من عشر سنوات إلا أن في السنوات الأخيرة طبعاً تعذر تحقيق أو طرح هذه المبادرة على المجتمع نظراً لظروف الجائحة التي اجتاحت العالم وانتشار فيروس كورونا والحمد لله رب العالمين طبعاً بما أن الحياة ردت طبيعية ردت الجمعية طبعاً بإطار هذه المبادرة من جديد ردت الجمعية لتحقيق حلم الكثير من الناس من من يعتبرون من دو الدخل المحدود في تحقيق حلمهم وأداء مناصق العمرة بالنسبة لهذا العام أستاذ خالد هل تم تحديد موعد العمرة؟ طبعاً الموعد إن شاء الله بيكون في منتصف شهر فبراير من سنة 2023 وباب التبرع طبعاً مفتوح لهذه المبادرة على مدار السنة بإمكان أي شخص أن يتبرع لهذه الحملة بالنسبة لعدد المشاركين في تيسير العمرة هذا العام؟ العدد المستهدف طبعاً لهذه الحملة 300 شخص من دو الدخل المحدود بالنسبة لإستفخاذ لمن تنطبق عليهم الشروط هل يجب أن يكونوا من إمارة الشارقة؟ طبعاً ما يشترط أن يكون إمارة الشارقة الشرط الوحيد أن يكون يعمل في مؤسسة حكومية أو هيئة حكومية سواء في إمارة الشارجة أو مخارج إمارة الشارجة بالنسبة للفئة المستهدفة من هذه الحملة؟ والله الفئة المستهدفة يختي فئة ذوي الدخل المحدود ممن يعني تقر وتبم عن 3000 درهم تقريباً وعاملين في شركات خاصة أو دوائر حكومية؟ نعم موظفين أما في شركات خاصة أو مؤسسات ودوائر حكومية بالنسبة لآلية التقديم كيف بإمكان هذا العامل أن يقدم لتيسير عمرة؟ طبعاً التقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني كذلك يعني ممكن أن الدوائر الآن يعني تعلم للراغبين في الالتحاق بهذه الحملة أنهم يسجلون نسامي فيسجلون نسامين في الدوائر اللي هم يشتغلون فيها ومن ثم يتم التواصل مع الجمعية بالتسجيل في الموقع هل بالأمكان التسجيل من خلال التوجه لأحد فروع الجمعية؟ طبعاً ما في مانع من هذا أن يكون خطاب مثلاً من المؤسسة الفلانية أن ترسل خطاب للجمعية بعدد الأشخاص اللي يودون أداء المناسك أما عن طريق المندوبين في المؤسسات هذه أو عن طريق الموقع الإلكتروني بالنسبة للشروط الواجب توافرها في الشخص اللي يود التقديم لحاملة تيسير العمرة؟ طبعاً من الشروط المطلوبة أن يكون الشخص هذا ما تدع اعتمر من قبل هي أول عمرة بالنسبة له وكذلك يكون من ذوي الدخل المحدود ووثائق اللي معاه تكون سارية المفعول سيد خالد الخطوة التالية بعد ما يتم قبول الأوراق ماذا على العامل أن يفعل أو كيف يتم التواصل معه من أجل قبوله؟ وهو باقي اشتراطات الرحلة طبعاً نحن مثل ما قلت لك نحن نستهدف 300 شخص بعد ما يتم قبول هذه الأشخاص يتم خطبة الجهات اللي هم يشتغلون فيها وبأنها تمت الموافقة على مثلاً كذا الشخص من عندكم ومن ثم تبدأ تجهيزات والترتيبات من خلال استخراج تأشيرات السفار والتنسيق مع شركات المواصلات والحجز الفنادق في مكة والمدينة هذا اللي كنت بسألك عنه أستاذ خالد الرحلة مدتها وكيف ستكون هذه الرحلة هل تقتصر فقط على أدام العمراء أم هناك مدن أخرى يتم زيارتها؟ طبعاً الرحلة بتكون مدتها عشرة أيام متوزعم بين المدينة ومكة وراح يتم في المدينة بالذات زيارة المواقع الأثرية والأماكن اللي يعني الأثرية والسياحية والمناطق السياحية في المدينة مثل مواقع الغزوات وبعض المساجد مثل مسجد قبا وغيرها من المواقع الأثرية في المدينة النورة ومن ثم يتم توجه إلى؟ إلى مكة لأداء مناصق العمراء تكون الرحلة بداية تكون في المدينة خمسة أيام ومن ثم ينتقلون إلى مكة لأداء مناصق العمراء كذلك خمسة أيام أستاذ خالد ماذا تغطي هذه الرحلة؟ طبعا هذه الرحلة شاملها قيمة التأشيرات والسكن في مكة والمدينة كذلك هناك مصروف شخصي للشخص والوجبات يعني محمول مكفول مثل ما يقولون يعني الحمد لله وبالنسبة للتبرعات كيف بالنسبة للأشخاص اللي يودون مساهمة في تيسير العمراء؟ التبرع لهذا المشروع مثل ما قلت لك أنا مفتوح على مدار السنة بإمكان الشخص اللي ينوي التبرع عندها الروابط للتبرع الإلكتروني أو بإمكان زيارة أي جمعية تعاونية في الشارجة أو كذلك مراكز التسوق اللي عندنا في الشارجة فالمندوبين عندنا متوزعين على مستوى كبير في الإمارة الحمد لله رب العالمين أو كذلك إذا الشخص مثلا ممكن يتوجه إلى الإدارة عندنا في سمنان ويتبرع هناكي في النهاية أستاذ تخبرنا عن الهدف أو رسالة من القيام بحملة تيسير العمراء؟ الهدف من هذا أختي نحن هو طبعا التكافل الاجتماعي وأن نحن نكافأ هذه الفئة ومن خلال تحقيق حلمهم في أداء هذه المناسك وخاصة لأن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من منظومة المقيمين على هذه البلد وهم ممن ساهموا في نهضة هذه البلد على شتى وظائفهم والأماكن اللي يشغلونها فجاءت هذه المبادرة كمكافأة لهم لتفانيهم في العمل وإظهار الإمارات بهذه الصورة الجميلة شكرا لك الأستاذ خالد عبد العزيز القصاب مدير إدارة جمع التبرعات في جمعية شاريخ الخير يا مرحبا وسهلا شكرا لكم حسنا للإضافة وإزاكم الله خير